كنوز السيرة أشجع الخلق بعد أن باغت المشركون بقيادة مالك بن عوف المسلمين وجاءتهم السهام من كل مكان وصارت الإبل يركب بعضها بعضا والخيل تنفر انهزم بعض المسلمين ولا يدرون أين يذهبون وبقي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر ومن معه ولن يفر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل العجب فالمسلمون يفرون والمشركون يهاجمون وهو يهجم على المشركين صلى الله عليه وسلم ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان آخذا بلجام بغلته والعباس بركابه يمنعون بغلة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتقدم والنبي يكرر ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فهذه الشجاعة لا يمكن أن تكون لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال البراء بن عازب رضي الله عنه كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا من يحاذيه ترجمة نابن عبد المنزل اشتركوا في القناة